لكن السنة بوجود تحالف سيادة ورئيس تحالف سيادة هو الشيخ خميس الخنجر ولهذا انا رسالتي الى الشيخ خميس الخنجر ارجعني زي من المخرج ابو سرمد الله يعزك ويحفظك اول شيء ارجو لك السلامة الدائمة والصحة الدائمة لكن انت من اخر ظهور علني صورة وصوت كان في برنامج بقناة الشرقية الغراء في شهر اعتقد خمسة ستة المهم كان في شهر بعد شهر ربضاء المبارك في عيد الفطر المبارك لكن الان مرت اكثر من ثلاثة اشهر وراح يصير بحدود شهر على انسحاب الكتلة الصدرية النهائي من البرلمان وتأثر تحالف انقاذ وطن انا كمواطن صراح وانت اخ كبير وانت قائد وطني يا ابو سرمد السنة الان انت قائدهم جعل الزمين المخرج انت قائدهم لكن هم الان حتى تكون صادق اياك هم مضاعين بوجود موقف اليك انا ادعوك وارجوك ان تظهر الى الشعب العراقي والى اهالي المحافظات المحررة الذين ينتظرون موقف واضح ان تظهر بحديث تلفزيوني سواء بكلمة او بلقاء تلفزيوني تضع لهم صورة المستقبل هذا الموقف انا انقلك يا في استوديو التاسع انت الان امام مسئولية ان لا تترك وانت قائد عراقي وقائد المحافظات المحررة في الموصل واجزاء كبيرة اخرى كركوك ديالة صلاح الدين الانبار بغداد الان تنتظر منك موقف لانه بعض الاستغلاليين جاي يحاولون ان يقدموا صورة مشوهة عن الشعب العراقي وعن اهالي المحافظات المحررة فيجب ان يكون لك موقف واضح حتى تقول للناس شا تسوي انقاطع الحكومة هذا جاي يطالبوني بي ان انا اسألك عنه يروحون بالحكومة فجاوبهم شلو اللي يسووا الكل منتظر منك موقف علني يا بسرمال هذه رسالتي اليك وارجو ان تصل اليك وارجو ان يكون لك موقف للناس حتى تنورهم هذه مسئولية كبيرة يعني اهل المحافظات الغربية والمحررة عانوا عانوا من اللي صار بغلطة تاريخية الانسحاب من من العملية السياسية في 2004 و2005 دفعوا ثمن والمشكلة اللي صارت بعد التظاهرات وهي حق مشروع والاعتصامات وهي حق مشروع ودفعوا ثمن بال2013 و2014 احتلت مدنهم ومحافظاتهم الان بعد التهجير وبعد العذابات شنو اللي لازم يسووه هل يجي كم واحد لو ما انت لو ما خميس الخنجر لم يكن هناك تحالف اسمه عزم لو ما خميس الخنجر وانا مسئول مسئولية تاريخية ان اقول هذا الشيء لاني شاهد ومشارك في ذلك لو لا هو ما شعن اكونش اسمه تحالف عزم ولا واحد منهم والله ولا واحد منهم الان صاروا يريد يستغلون ويوجهوا الانظار الهم فهذه معناها العودة الى مربع الازمات ومربع الفشل ومربع الخسائر اللي مر بها كل العراقيين لما احتلت المصر اتأثرت بغداد لما احتلت الانبار وصلاح الدين بالهورنات بالدوائش العراق كان على محق الضياع بسبب مجموعات ارهابية فيجب ان يتصدى الرجال ويقف الرجال هذه رسالتي في ستوديو التاسعة